صباح الخير دكتورة جوانا فرانسيس صباح النور ماكي عملون ترك الأربعة صراحة وكتير فيه فيدباك حلو خصوصا أنك عم تستعمل قصص موجودة بالبيت والنصايح كتير سريعة وكتير مختصرة وكتير بما كانت اليوم العناية بالشعر مية بالمية اليوم عناية بالشعر أكيد فيه كتير موادية عم الشعر كانت عنا فيه موادية حر الشعر فيه موادية الشعر المتقصة فيه موادية القشرة ولكلهم موادية رح نتعاملون بالمستقبال اليوم حابت أحكي شوي عن العوايد اللي نحن بنعملها الغلط اللي بنعملها بالبيت كل يوم اللي هي بتأدي لشعرنا أن يصير تالف أو يعني ترفع الشعر ويصير يقص وهيكي وأكيد بالأخير رح نعمل ماسك كمال يغزي الشعر يخلي الشعر يطول شوي شوي ويكون شكله شوي صحي كمان هادي أهم نقطة يكون شكله صحي لأنه هادي المعاناة الكبيرة يعني نتعذب يمكن أن نحصل على شعر طويل بس بيكون تالف يعني ما بعرف إذا هون نحنا عادة منقول قص يعني من قص كل فترة من قص منه هو لازم كن حضرة قص منه شوي لحتى نعطيه شوي بحيات وقوة يقدر أنه يطول بطريقة أرياح بس أكيد في أشياء مثلا بتبلش من البيت بتبلش من الشاور أو من الحمام اللي نحنا بنعمله مثلا في كثير عالم بتحمل شعره كل يوم هذا الشي غلط لازم تحمله ثلاث مرات بالجمعة لأنه ملاحظ أنه العالم الشعر اللي بتحمله كل يوم هذا الشي بيؤدي لتأصف خصوصي أنه بس حمام شعرك كل يوم أول شي عندك الشامبوان في كثير ناس الشامبو مفروض ينحك بس على السكالب أو على قشرة الرأس العالم بتحطه على كل الشعر بتحطه على حتى أطراف الشعر وهذا الشي غلط ما بدأ ننسى كمان أنه بالتقريبا موني بالميديترانيان يعني تتربع للمي بتحسيها كتير كالجار وبتنشف كتير كمان بيكون فيها كتير معادن هون المعادن بتنشف الشعر فكمان نصايح نصفينا نعملها إذا نحن عايزين بمحال كتير المي كالكار وكتير المي بتنشف أنه نقدر نحط بس نخلص نشطف شعرنا بمي مي تشرب أو مي نقدر نحن عارفين أنه ما فيها معادن معقول تقذي الشعر هلأ المشكل كمان أنه في عالم بتطول بالشاورز أو تتحمم بمي سخنة ده شيء كتير غلاط لازم المي تكون فترة اللي منحمل الشعر ما فيها وما تكون كتير سخنة لأنه كمان بتنشف الشعر من زيوته الطبيعية غير إنه بتنشف البشرة كمان خلال الشعور فهذه كمان إشهة لازم تنضبولها تنشيط الشعر ما فينا نمشيط شعرنا وقت ضغرة بالحمان أو بس يكون مي الشعر لازم نشكه على الخفيف على السشوار أو على الخفيف بالمنشفة نرجع عن مشته لأنه بس يكون الشعر ماي اللينكس طبع التركيبة طبع الشعر بيكونوا كتير ضعاف فبالتالي لما منمشي الشعر ما بيتكسروا هون البوند أكتر والشعر بيصير يقصف أكتر بيصير يتقطج وما بيعود يتول أكيد كمان فغير هيك في كتير ناس إذا بتستعمل بتلاقي تغيير صغير وتحسهم صغير إذا بس بتحط الكونديشنر قبل ترجع بتغسي بالشامبوان يعني إحنا من إحنا وصغير نعرف منهم الشامبوان أول شي بيجع الكونديشنر نعم في كتير بس كون الشعر كتير مؤسس إذا نحط أول شي ماي ونحط الكونديشنر ونرجع بول الكونديشنر ما منحطه على بسة الشعر ذات الخروع يلي هو يساعد كتير إنه يخلي الشعر مايهر وبالعكس بمحلات بزيد بسة الشعر أهم الشي كمان نحط الشامبوان طبعنا بس ما نعمل مساج ما نبسل شعرنا ما بيسمع نعمل بضفير هذا الشي بيجرح كمان بسة الشعر ويصير الشعر تهر أكتر وتتأبتش أكتر فهون مادية عم جاد بساس بسيطة أكيد وكلها منستعملها بطريقة خاطئة كلها منستعملها بطريقة خاطئة وحتى العالم بتعمل سشوار بتعمل سشوار بيكون شعر كله ماي بعد بيكون كله ماي بتعمل سشوار حرارة عالية أكيد الشعر بدأ نعمل هيك يعني بدنا نعود الشعر مش إنه يكون عم متحمم في كتير ماي فجأة حرارة عالية سخن أكيد بده يتقطش ويش ما أقول إنه يقدر يضاين أو يكف أكيد في كتير أشياء بتخلي إنه الشعر يكون متأصف هي أشياء من جوه يعني أشياء مثل الغدة تبع الشخص إذا الغدة كانت كسولة عند الشخص اللي هي موجودة هون بتخلي كمان إن الشعر تبعنا يصير يقصي يصير ما يطول إيام يمكن حزحان عم نمسح كمان قلت الحديث إذا ناقص كمان يصير شعري هر كمان يصير شعري قصي كمان لننتبه بس نكون عم نعالج أو بدنا نوصل لمحال معي إذا شعر طويل بدنا يطول بدنا يطول ويكون قوي بدنا ننتبه على كل هول التفاصيل كرميل ما نوصل ل كثير أكيد بنا يعان مثل هذه السورة اللي هالك موجودة الشعر يعني كيف ما هيدا بغلب شربك وفايد ببعضه فمثل ما قلت بنكون شوية شوية ونعمل بس ما نمشط شعر ما من نمشط ضغرة من الرأس ونزول لا نعمل نمشط هون الأطراف ونمشط لحاله ونمشط لحاله وعفكرة العالم اللي شعر كتير بزي بس نمشط على طول من فوق لتحد بصير زيت أسرع لأنه كل الزيوت اللي موجودة على البص اللي نطع بتنزلوها كل على آخر على آخر الشعر فإذا مثل ما إنه لإشيا كتير بسيطة فيكم تعملوها ببيت إذا حسيتوا مع هيدا وكل بعد كون عمبي عمبي قط الشعر كون وبعد عمبي قصيف مش غلط إنه تعملوا بحسن وتشوفوا إذا أسكن أنماء فيتامين أو إذا أرمونات كون يعني بحاجة لبوستر أكيد بتكون تراجعوا طبيبكم بهذه الحال ألا بدأ أعمل كنا يعني يتي كتير ناس بالبيت بتعمل بتسأل عن فترة العالم اللي عم بروح فيها عند الكوفار كتير عم تكون ساعة لوكداون فالاهتمام بالشعر صار أساسي بالبيت كيف فينا نعمل باندويل أو حمام زيت بالبيت عندنا فينا نقية زيوت يعني في كتير أمير فينا على شعرنا هلأ أنا اليوم حضرت حتيت زيت الخروة وحتيت معه ملقعتين كبار وملقة زيت الخروة أو وحتيت ملقة اخر شي كبيرة من الزيت الزيتون مباشر 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 وقت لأنه بيقعه فإذن هي الفكرة أنه نشيل الزيت ونحطه على الأطراف لأنه نحن هلأ نشتغل على تنعيم وعلى تفادي التقصيف والتقصيف للشعر وفينا نحطه على الرأس من فوق أهم الشي حتى إذا تشتروا شامبوان لتقصيف الشعر إذا تشتروا شامبوان لهر الشعر بحياة لشامبو تشتروا وقت يشتغل يعني تشتروا شامبو وتحطوه ماشي دقيقة أو دقيقتان على شعرته بالحمام وتغسطه ضغري ما رح تلاقوا فرق بتكون تعطوه خمس دقاي على القليل تيشتغل بتكون تعمله مساج بطريقة خفيفة على الشعر من جوه ومن ورا كمان تيقدر يفوت أو الشامبو على بسط الشعر تيقدر يعطي مناقب مشي هيك كمان المهم انه نكون كمان نعمين بالغسيف تحت كمان معنا قطش الشعر وهيدا الماسك أو الحمام الزيت اللي قلت عنه فينا نعمله مرتين بالجمعة أو ثلاث مرت بالجمعة كيف الطريقة فينا نحطه على كل شعر حسب إذا شخص يصير شعره بزيد فضل أنه يحطه من هون ون وإذا شخص شعره ناشف وما عنده مشاكل هر شعر في يحطه على كل شعره ممنوع ينربط الشعر بالليل بس بنحط منشفة نعمة أو بنحط اللي يوجه اللي بنحط ها كرمال البنزل أو النامسات ينترك كل الليل هلأ في ناس ما بتحب أنه تترك آه آه مزعش كل الليل مزعش كل الليل على القالية اللي فيها بتتركه ساعة أو ساعتين هذا الشيء بيخلي الشعر أنه عن جد وأكيد لجب نجح نحممه نحممه مثل ما قلت بطريقة خفيفة ما منقوة وما مستعمل مي سخن على طول ما يقصر لشاورز مش أنه زوم زوم ثلاثة يمكن بعد البنبيل أو حمام الزيت يمكن نضطر أنه نعمل زوم زاد لأنه زاد أيام صعبة أنه يروح من أول من أفضل زوم نعم كتير حلو الموضوع هيدا بس سؤال هيك أخير هو لتحسين نوعية الشعر للهر كمان هالماسك اللي عملت لأنه فيه زاد الخروع يثبت للهر كمان يثبت لشعر المتقصف لأنه كوكونات أو زيت جوز كتير بيرطب وكتير بغزة بيعت نوع للشعر وأكيد زيت الزيتون يعني كلنا بنعرف كتير منافع لأنه زيت أيام بدي كتير كمان الزيت البوكونات أو زيت جوز سميك شوي إذا كان أكيد طبيعي أفضل منكون طبيعي بس نحط على شعرنا فينا عفكرا زيت زيت الأرجان زيت الأرجان كتير على مرتين بالجمعة بس مش أكتر مثل معقلة لازم نزيد زيت 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 تيرخ شوي زيت حتى يصير الخليط أحيان نفط على شعرنا وبالتالي أحيان نقدر نشتغل نعم شكرا دكتورة جوانا فرانسيس رح نشوفك أكيد الأسبوع الجاية بنصايح جديدة دايما طبيعية ومنقدر نعملها بالبيت